من بين الأزمات يتولد الأمل وفيها أيضا تنكشف معادن التجار فثمت من يعتبرها اختبارا أخلاقيا ليقوم بدور إنساني وطني وهناك من يعتبرها فرصة للثراء الفاحش على حساب المواطنين في ظرف زمني تجاوز فيه عدد اليمنيين المستحقين للإغاثة الإنسانية 16 مليون نسمة وفي ظل انهيار غير مسبوق لسعر صرف الريال حدا قارب 400 ريال للدولار الواحد يسارع بعض التجار الجشعين لاستثمار الوضع والمبادرة لرفع الأسعار بشكل تصعدي موجة غلاء ضاعفت من وجع المواطن ووسعت من رقعة الفقر وحدهم البسطاء من معدومي الدخل يدفعون الثمن الأبهض لجنون الحرب من استقرارهم النفسي والمعيشي غلاء يثقل كاهل الفقراء ويزيد من أعبائهم الأسرية حالة عوز طالت أكثر من 80% من إجمالي السكان ورغم حملات الإغاثة الوافدة للمنافذ والموانئ اليمنية إلا أن الميليشيا حالت دون استفادة 42 مديرية منها وفقا لغشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي أعلن أن اليمن يواجه أكبر حالة طوارئ في ظل عدم الأمن الغدائي وضع دفع الشقيقة السعودية لإعلان استعدادها لإيداع 2 مليار دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار وليستعيد الريال عافيته إلا أن السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع اليمني لماذا ينخفض كل شيء إلا الأسعار وترخص الدماء بينما ترتفع قيمة الخبز والدواء